اشتركوا في القناة اربع حبة بيض مع كأس من السكر وفانيليا حتى يتضاعف الخليط ويصبح اسفنجي اضيف بعدها كأس من الزيت اضيفه تدريجيا بعد اضافة الزيت اضيف نصف كأس من الحليب يعني ومن الضروري جدا ان تكون كل المكونات في نفس درجة حرارة الغرفة من اجل النجاح في هذه الكابكيك اضيف هنا بعد ما اضفت الحليب اضيف هنا كأس من الخميرة الكيميائية اي حوالي 10 جرامات واضيف الطحين ومن المهم جدا يعني نغرب لهم باش تتهول فارينة دينا ونتخلصوا من كل التكتولات او الكتل تا الخميرة هكذا باش نتحصلوا على خليط يكون يعني يكون جميل هنا نخلط من الاحسن نخلط بالايدي فقط دون يعني بدون الضراب الكهربائي حتى يكون الخليطة نمليح لانه الفارينة لما نضربوها بزاف راح يتولي عندي تتعلك يعني والكابكيك ميجيناش يعني هشيش في العجينة تاعو اذا هدا هو القوامة العجينة اللي نتحصل عليه اذا بعد ما قبل ما نحط الخليط تاعي في الكسات عفوا نبشر هنا يا مبشر تحبة ليمون يعني حتته الليمون حتته في الاخير حتى يبقى محافظة للنكهة تاعو وهذا هنا اللي اكتشوفو هنا امامكم هو عبارة عن الحشو اللي احنا نحشو بها هاد الكابكيك اللي هو عبارة عن جوز الهند يعني مع الحليب المركز المحلى كارامل ذوق الكارامل وخلطهم مع بعض حتى تحصلت على هاد الحشو يعني نتحصل على الشكل اللي شبهها عجينة نعمل منها كريات بهذا الحجم يعني كريات تكون صغيرة نحط في الكيسات تاعي ملعقة من الخليط من العجين دينا ونحط الكريات في الواسط ثم نغطيهم بالعجين كذلك بالخالط دينا هادك يعني بالملعقة فقط وهنايا اللي لازم محتوى تاعلي كيسات نعمرهم حوالي 3-4 يعني نخلو شوية قسمة يخمرونا قسمة يطلعو في الفرن طبعا الفرن يكون ساخر من قبل على درجة حرارة 180 درجة ونراقبو كل واحد يراقبو يعني بإمكانكم يعني بشتعفو اذا طابو تدخلو ان كيوغدان ولا سكين اذا خرجتكم ناشف يعني راهم طابو تخرجوهم من الفرن وتخلوهم يطيبو في حين ذلك الوقت انا هنا هنحن حضى الكريمة اللي حترافق هاد الكابكيك اللي حنزين بها الكابكيك هنا في وعاقتها الخلاط حضت ملعقة كبيرة من الكاكاو المر كاكاو وملعقة كبيرة من بودرة الشانتييه وكأس حليب بارد جدا يعني لازم يكون بارد باش ننجحو في هاد الكريمة وهنا راح نضيف الكريمة هادي البودرة هادي لجي هكذا تتباع يعني في العلب هادي هادي ها اعملت لاموس اللي تتباع جي جاهزة هكذا في العلب باش نسهلوا علينا وندربهم جيدا يعني في الخلاط الكهربائي حتى نتحصل على هاد الكريمة هنا اذا بعد ما طابوا لي مادلان ديالي نخليهم يبردوا هنا يا بعد ما بردوا اذا نحيطهم لكيسة هدوكتاع السيليكون وهنا الكريمة تاعي راهي حاضرة في لابوشادوي وللتزيين عندي لبيبيت دي شوكولات حوبيبات الشوكولاتة والفيرميسل بألوان مختلفة اذا هنا يا نزين الكابكيك ديالي هنا كما راكوا تشوفوا بهذه الطريقة وشوفوا اللي يعني لاتيكس يغتاع الكريمة تعنا كيفاش يعني راهي رائعة بعد الاضافات اللي ضفناها تعالى بودرة يعني تعالى شانتيه والكاكاو وحتى الماذق يعني حيكون رائع نزينهم بهذا الشكل هكذا وانا نكمل نزين الكابكيك ديالي ونلتقي بعدها قليل اذا هاو ما هنا بعد ما زينتهم هنا امامكم بهذا الشكل انتم ما زينوهم كما تحبوه يعني والله يعني عندهم منظر وشكل جد وراقي تفرحوا بهم ضيوفكم واولادكم خاصا الاطفال يحبوا هذا النوع اللي فيها الكريمة من فوق هاقدار راي تجبدهم يعني خاصا بالحبيبات هذيك بالالوان راي تجبد الاطفال كثير ويعني هنا احنا نقسم لكم حبة باش تشوفوا الشكل تحال داخل يعني حلقة يعني لي يقسمها ويجي يكون حلقة مفاجأة لداخل يعني يمكن يتوقعوا شوكوراتة يتوقعوا لكن باش يتوقعوا هاد جوز الهند هذا مع الكرامل يعني حلقاوها مفاجأة وعندها الشكل بزف يعني جميل وكذلك هاد الجوز الهند مع الكرامل يحيطولوا بنال هاد الكابكيك ديالنا نتمنى هاد الوصفة يا ربي تكون نالت اعجابكم وتجربوها بهذه الطريقة وهي سهلة وسريعة التحذير وشكلها رائع وبنتها هيلة اذا اذا اعجبكم الفيديو ما تنسوش جام للفيديو واشتراك في القناة ونشكركم على تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله ودمتم اوفياء الى اللقاء اذا مع السلامة في فيديو اخر اشتركوا في القناة